أنا كنت ابتسم وإنت تتكلم عن أحمد سعيد رحمة الله على كل الموت من نفس كتابنا جيب محفوظ يقول وجاء أنا صوت أحمد سعيد عشان كده كنت ابتسم وهو الصوت الواثق الفخم يعلن في زهو أننا أسقطنا مجموعة طائرات للعدو الإسرائيلي لم أكن مرتاح فرأيت ثروة عكاشا ثروة أباضة عفوا فرأيت ثروة أباضة وسألته قال لي ماذا تعرف قلت له ما أعرفه عبر المذياء فنظر إلي وقال على الله مرة ثانية 1967 نكسة نكبة اليوم إحنا 20 23 إذا الإعلام لم يستطع أن يقول لك الحقيقة هل أنت تريد أن تخدع نفسك؟ هل المشاهد يقول اخدعني؟ أنا عاوز أوضح للمشاهد والمشاهدة لا نقلل من قيمة الحرب لا نقلل من قيمة الضحايا بل نعلي قيمة الضحايا لكن يجب أن لا ننساق خلف دعاية نصدم بها ثاني يوم أيها أنا بالعكس أنا بحس أنه الإنسان الحريص على الضحايا حريص فعلا مش ما يعتبرهم أرقام توضع في الميزان الدعائي والإعلامي وعايز وجزء من الخطة اللي حريص على الضحايا هو اللي بيعمل زينا هو اللي بيقول يا جماعة لو سمحته مش هنكرر أخطاءنا مرة وراء تانية مش ممكن نعود خمسين سنة نشتكي من التضليل واللي حصل في سبعة وستين والإعلام الموجه وبعدين لما يبقى عندنا مكان إعلامي نقدر أنه إحنا أهو مش موجه يعني أي حد هيقدر على إكس ولا على فيسبوك هيدخل يقول اللي هو شايفه فنروح إحنا نخلق من نفسنا إعلام موجه ومضلل وبعدين الموضوع هنا بقى حضرتك إحنا كنا بنتكلم عن هل ده تنظيمات ولا ده ناس عدي هنا بقى بنقدر نفرق بين التنظيم وبين الإنسان العادي الإنسان العادي إنسان مدفوع بالعاطفة هو مش مطلوب منه يكون فاهم سياسة أو فاهم فلسفيا إيه الفرق بين الحق القانوني وبين السياسة كونها العلم اللي بيبحث في التقنين القدرة السياسة ما بتلغيش القدرة السياسة بتعيد توجيه القدرة عشان ندرها بطريقة مختلفة ده يفرق كتير عن الحق والقانون وإلى آخر فهنا بنقدر نشوف الفرق بين الإنسان العادي اللي هو مش متداخل مع الكلام ده كتير وبين العضو النظامي الإنسان العادي ممكن يزعل منك بس بيرجع يسألك ويقولك طب هو في كذا فتلاقيه أنه تدى يستوعب ما أنا برضو يعني إنما المؤدلج مش كده المؤدلج بيقعد كل ما تحاول أنه تديله الحقيقة هو مش عايز يسمعها هي الحقيقة عدوته لأنه لأنه هو نصيره الوحيد هو الفكرة هو الايديولوجي اللي عايز يوصلها هو الغرض البراجماتي اللي بيحاول أنه على نهاية الحرب بيكون متحقق متحقق بأي تمن الفكرة عند المؤدلج تعلو على حياة الناس تعلو على الاقتصاد تعلو على أنه على الأرض على فكرة هما في جير فلسطين الحدود ده شيء استعماري الوطن تراب عفن طب يا أخواننا مش أنتوا اللي بتقولولنا الكلام ده في فلسطين هما لا هو فلسطين الوحيدة في العالم اللي هو كل زر التراب لها معنا فالمهم يعني بينهم الأوطان الأخرى لا لا فالمؤدلج متناقض مع نفسه هو يقول لك دايما سيستار الاتصاق هو عنوان الشجاعة بمعنى بمعنى أنه الإنسان الشجاع تقدر تكتشف شجاعته الأدبية من اتصاقه لأنه هو في الحقيقة في كل الأحوال من غير تفكير بيقول ما يعتقد فيه ما يعتقد أنه ده الأمر الواقع ده اللي حاصل المؤدلج مش كده المؤدلج بيناقض نفسه طول الوقت هو بيدعي الشجاعة أنا معرفش إيه هي الشجاعة أن أنت تتيجي وسط جمهور عربي كله يهتم بفلسطين وتقول أنه أنا أهتم بفلسطين أكتر منكم ما إحنا كلنا بنهتم بفلسطين هو كل الحكاية أنه إحنا قدام خبر أو تصرف يأما نقف قصاده يأما يقعد يتكرر و حياتنا تتدمر معاه هو ده السؤال السؤال مش أهمية فلسطين